بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يعدد أبرز الأعمال التي قام بها محمد بن خليفة في الزبارة خامسا يبين أوضاع مدينة الزبارة في أثناء حكم آل خليفة لهم سوف نتحدث اليوم عن نسب آل خليفة وموطنهم الأصلي العائلة التي ينتسب إليها ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه إلى من يرجع نسب آل خليفة وأين كان موطنهم الأصلي نسبهم من جميلة من قبيلة عنزة العربية إحدى قبائل العتوب ربما يتساءل الطالب ما معنى القبائل هي مفرد للقبيلة وهي مجموعة من الأشخاص التي تنتمي إلى شخص واحد أو جد واحد أو عائلة واحدة موطنهم الأصلي هو نجد في وسط شبه الجزيرة العربية عزيز الطالب أمامنا هذا المخطط الذي يدل على نسب آل خليفة نرى ونلاحظ في الأعلى قبائل العتوبة التي عرفت منذ عام 1700 للميلاد الموافق 1112 هجرية هذه القبائل العتوب تنحدر منها قبائل أخرى وهي تميم وائل وعنزة وسليم نلاحظ هنا قبيلة عنزة تنحدر منها جميلة التي ينتسب منها آل خليفة أمراء البحرين وآل صباح أمراء الكويت إلى أين هجر آل خليفة وأين استقروا وفي أي سنة كان ذلك هجر العتوب من نجز إلى سواحل الخليج العربي وقطر والكويت ثم الزبارة وكان ذلك في عام 1762 للميلاد نلاحظ عزيز الطالب هذه الخريطة التي أمامنا التي تبين هجرة قبائل العتوب ولكن قبل ذلك يجب أن نتعرف على بعض النقاط المهمة لفهم هذه الخريطة أولا أن لكل خريطة عنوان وعنوان هذه الخريطة هي هجرة قبائل العتوب من منطقة نجز إلى ساحل الخليج ثانيا لابد لكل خريطة يوجد مفتاح الذي يدل على بعض الرموز التي تساعدنا في فهم الخريطة وهنا يوجد رمز عبارة عن سهم أخضر يدل على هجرة قبائل العتوب ثالثا أن للخريطة بعض الألوان وهذه الألوان اللون الأزرق يدل على وجود المسطحات المائية أما اللون الأصفر فيدل على اليابسة والهضاب والصحاري رابعا نشاهد أن هذه الخريطة جزء من شبه الجزيرة العربية فما المقصود بشبه الجزيرة العربية؟ هي عبارة عن قطعة من اليابسة يحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط فمثلا هنا نلاحظ من جهة الشر يحيط بها الخليج العربي ومن جهة الجنوب يقع بحر العرب أما من جهة القرب فيقع البحر الأحمر نلاحظ هنا نجد وهي تقع في شبه الجزيرة العربية وهي الموطن الأصلي لآل خليفة هاجر العتوب ومن ضمنها معائلة آل خليفة إلى ساحل الخليج العربي واستقروا في شبه جزيرة قطر لفترة من الزمن ثم نزحوا إلى الكويت ثم قرروا بزعامة الشيخ محمد بن خليفة العودة مرة أخرى إلى قطر وتأسيس منطقة تسمى الزبارة التي تقع على الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة قطر نلاحظ في هذه الخريطة خط سير هجرة قبائل العتوب نلاحظ في هذا المفتاح أنه يوجد خط متواصل عبارة عن هجرة برية أما الخط المتقطع فهو عبارة عن هجرة بحرية هاجر آل خليفة من منطقة الهدار التي تعتبر قرية تقع جنوب نجد إلى منطقة شبه جزيرة قطر هجرة برية ثم نزحوا إلى الكويت عبر الخليج العربي نلاحظ هنا الخط المتقطع وهو دليل على الهجرة البحرية قرر آل خليفة عام 1762 العودة إلى شبه جزيرة قطر وأسسوا مدينة تسمى الزبارة التي تقع في الشمال الغربي من شبه جزيرة قطر لماذا اختار أهل الزبارة محمد بن خليفة شيخا عليهم؟ عرف هذا الرجل بسيرته الحسنة وورعه وحكمته وأيضا شجاعته قام الشيخ محمد بن خليفة بأعمال كبيرة وإنجازات كثيرة أهمها الآتي أنشأ المدارس والمساجد وذلك لحرصه على نشر الثقافة والتعليم وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي ثانيا أكرم العلماء والشعراء وذلك لتشجيعه على العلم والمعرفة بناء قلعة مرير لتحصين الزبارة من جهة البحر وحمايتها من الأعداء نلاحظ هنا في هذه الصورة قلعة مرير التي بنيت لحماية المدينة من الأعداء كيف كانت أوضاع مدينة الزبارة في أثناء حكم آل خليفة لها؟ ازهرت الزبارة ازهارا خلال حكم آل خليفة حيث أصبحت الزبارة من أكبر المدن الموجودة في شبح جزيرة قطر حيث نشطت التجارة كلنا نعرف في الدروس السابقة أنه كانت هناك تجارة بين بلاد السند مرورا بالخليج العربي لتصل إلى أوروبا نشط ميناء الزبارة لنشاط حركات السفن فيها كلنا نعرف أن الميناء هو عبارة عن مكان لرسوء السفن ولتبادل البضائع نشاهد في هذه الصورة مدينة الزبارة وهنا توجد هذه القلعة التي بنيت من أجل حماية الزبارة وهذا هو الميناء الذي زهر بالتجارة عزيز الطالب هيا بنا نختبر معلوماتنا وفهمنا لدرس اليوم أولا اختر الإجابة الصحيحة بوضع دائرة عليها يرجع نسب آل خليفة أمراء البحرين وآل صباح أمراء الكويت إلى قبيلة سليم عنزة تغلب الإجابة الصحيحة هي قبيلة عنزة العربية اثنان الموطن الأصلي لأسرة آل خليفة هو نجد الطائف الهقوف الإجابة الصحيحة هي نجد ثلاثة تقع الزبارة في العراق عمان قطر الإجابة الصحيحة قطر استقرأ الخليفة في الزبارة عام 1762 1862 1962 الإجابة الصحيحة هي ألف وهي 1762 ثانيا عزيزي الطالب ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي سكن آل خليفة قبل الهجرة سواحل الخليج العربي الإجابة خاطئة اثنان اشتهر الشيخ محمد بن خليفة بسيرته الحسنة الإجابة صحيحة ثلاثة ينتمي آل خليفة وآل صباح إلى قبيلة تعنزة العربية الإجابة صحيحة شكرا لكم أعزائي الطلاب وأتمنى الاستفادة لكم من هذا الدرس وجمتم في حفظ الرحمن ونلتقي في الدرس القادم شكرا لكم